هل أصبح هؤلاء الفنانون السوريون مغضوباً عليهم في بلادهم بعد أن اختاروا وجهات أخرى للجوء والإقامة؟ وهل توجد صفقة لعودتهم إلى سوريا؟ ولماذا تزايد القلق من مواقف هؤلاء الفنانين؟ المغضوب عليهم مجموعة من الفنانين السوريين لم تمضي مسيرتهم الفنية مجردة من الآراء التي ورطتهم في مواجهات صعبة بعد أن صارحوا بمواقفهم من الأحداث التي ألمت بسوريا عام 2011 كثير من هؤلاء الفنانين سارعوا في أقرب فرصة توفرت لهم للهجرة إلى خارج البلاد على أمل الحصول على حياة آمنة بعيداً عن الملاحقات أزمة هؤلاء الفنانين أنهم أدلوا بآرائهم فيما حدث في سوريا ولأنهم مؤثرون في الرأي العام كانوا على علم بأن توقيفهم لدى الأجهزة الأمنية بعد عام 2011 إنما هو مسألة وقت لذلك هاجروا سريعاً كل منهم صوب وجهته كان لبنان وجهة رئيسة لعدد كبير من الفنانين السوريين بعد الأحداث التي وقعت في سوريا ومنها سيف الدين السباعي وليليا الأطرش والتي صوتت لاحقاً لانتخاب بشار الأسد بعد سنوات من ترك سوريا وأيسم خلالاتي ورويد عطية التي أعلنت في وقت لاحق تأييدها للدولة السورية نالت دولة الإمارات العربية النصيب الأوفر من الفنانين السوريين الذين اختاروها وجهة لهم بعد الأحداث التي وقعت في بلادهم ومنهم باس الخياط الذي نشرت إحدى المجلات حواراً له تقول على لسانه إنه لن يعود إلى سوريا إلا بعد رحيل الأسد لكن خياط سارعة إلى نفي ذلك التصريح المهاجرون إلى الإمارات شملت قائمتهم أيضاً كلاً من الفنانين عابد فهد ونسرين طافش وديما بياعة ومه المصري وسلم المصري ومن هؤلاء الفنانين من قرر الانتقال بعائلاتهم إلى الإمارات كانت مصر أيضاً وجهة مفضلة لعدد من الفنانين السوريين ومنهم الفنان جمال سليمان الذي عرف بآرائه السياسية الجريئة لكن سليمان واجه تحفظات مؤيدي الأسد ومعارضيه بسبب آرائه حيث أعاد التأكيد على أنه يريد استقرار سوريا ووصول البلاد إلى كلمة سواء في مصر أيضاً أقام الفنان السوري تايم حسن عقب ارتباطه بالإعلامية وفاء الكيلاني وكذلك الفنانة أصالة التي تقيم مع عائلتها في مصر لكن تايم كان بعد ذلك من بين ضيوف رئيس النظام السوري بشار الأسد حينما قرر الأخير عقد لقاء له مع كبار الفنانين لكن ظلت أصالة على موقفها المعارض كثير من هؤلاء الفنانين عادوا لاحقاً لنفي معارضتهم لبشار الأسد وبرروا إقامتهم خارج سوريا بأسباب تتعلق بعدم الاستقرار في البلاد فهل غير هؤلاء الفنانون مواقفهم؟